يمثل مشروع مجمع الشيغاية للطاقة المتجددة إحدى مبادرات الخطة التنموية للبلاد ولعل من أهم أهداف هذه المبادرة تقديم حلول عملية لقضية أمن الطاقة وتنويع مصادرها وإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كخطوة أولى نحو تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتأمين 15% من حاجة الكويت من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونظيفة بحلول عام 2030 وقد تم إنجاز وتشغيل كل من محطة الشيغاية للطاقة الشمسية الكهربائية بسعة 10 ميجاوات ومحطة الشيغاية لطاقة الرياح بسعة 10 ميجاوات وتم ربطهما مباشرة بالشبكة الوطنية للكهرباء وذلك لأول مرة في تاريخ شبكة التوزيع الكهربائي لتبدأ عهدا جديدا لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية